الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وخاتمًا للنبيين صلى الله عليه وعلى عترته وأصحابه الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته وسلَّم تسليمًا مزيدًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنه من اتق الله وقاه وقاه الضلال وهداه الحق سبيلا ومن توكل عليه كفاه وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفورٌ رحيم إخوة الإسلام والإيمان لقد أكرم الله سبحانه وتعالى البشرية بالقرآن الذي يهدي للتي هي أقوى وبرسوله الرحمة المهدى والنعمة المسدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام الذي جعله الله هدًا ورحمةً للأنام فزان به الأديان وختم به الرسالات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهو الدين الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل والشقاوة إلى العلم والسعادة ومن رق العبودية والخرافة إلى عبادة رب العباد دينٌ عني بالفطرة الإنسانية وبالعقيدة الصحيحة للبشرية وخلَّص الناس من الاستعباد والاستبداد وحرَّرهم من الفساد في التشريع والخلُق والاعتقاد فلا عبادة لبشر ولا سجود لحجر ولا تبرُّك بشجر فلا إله بحقٍ إلا الله ولا يُعبَد أحدٌ سواه ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبُدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقَّت عليه الضلالة عباد الله والإسلام شرع العبادات لأداء حق الله أولاً والقيام بعبوديته جل وعلا ثم لتطهير النفوس وتزكيتها وبناء الشخصية المسلمة وتنميتها وإرساء دعائم التكافل والإخاء وإذابة أسباب العداوة والبغضاء وبناء مجتمعٍ إسلامي يُحِبُّ الفضائل ويحميها ويُبغِض الرذائل ومن يدعو إليها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ويدعو إلى الأخذ بزمام العلم وخطامه ونبذ الجهل وتبديد ظلامه وعدَّ العلم النافع عباده وأثنى على من طلب فيه الزيادة وقل ربي زدني علما ورفع أهل العلم درجاتٍ في الدنيا والآخرة بل جعل طلبه سبيلاً من سبل دار السلام واعتبر أهله ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر وحرَّر الإسلام العقل من إساره وأطلقه حرًا في إبداعه وفي تطوره وأفكاره مدام ذلك في حدود المنطقية وضمن أطره المعقولة الشرعية وجعله أداة العلم ومناط التكليف وفهم الدلالات وأطلق عنه قيد التقليد الأعمى والتباعية والخرافات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون ولا أدل على ذلك من دعوته إلى التفكُّر في ملكوت السماوات والأرض وترك تقليد الآباء فيما يُضادُّ النقل والعقل وتأمَّلوا في كثَّرة ذكر الله عز وجل يعقلون وتعقلون في القرآن العظيم قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها وقال تعالى وهو الذي يُحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون معاشر المسلمين قد أنزل الله هذا الدين وجعله خاتم الرسالات وجعل العمل فيه له منزلةٌ عظيمةٌ شريفة فعدَّه عبادةً يُثاب عليها وكرامةً للإنسان يسعى إليها فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على ولده صغارًا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفُّها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان دعا إلى العمل، دعا إلى الإنتاج، دعا إلى الإنجاز ولا مكان للكسالة والبطالين لأن العمل شرفٌ للنفس البشرية ووسيلةٌ لتقدم الإنسان وارتقاء الإنسانية وجوهر العمل الإخلاص وروحه الإتقان ولا قيمة للعمل بلا هذين ولا أثر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحبُّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقِنه وشرع الإسلام من الأحكام والحدود والتعازير الشرعية وقرَّر وجوب التزام النظم التي لا تُخالف الكتاب والسنة النبوية ما يضمن حياةً آمنةً لكل إنسان ويجلب المصالح ويدرأ المفاسد عن هذه المجتمعات والبلدان ويحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال فالشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وراعى حياة الشعوب والجماعات وراعى حقوق الأفراد والآحاد وسلكها في نظامٍ يقوم على العدل والإنصاف ومجانبة الظلم والإجحاف فأوجب على الأمة نصب الإمام ليقيم الحدود ويستوفي الحقوق وأوجب على الرعية السمع والطاعة بالمعروف وحرم عليهم الشقاق والخروج وشق الصفوف إذ إنه لا نظام ولا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفيل الذي عهد عهده فليس مني ولست منه وألزم الراعي بسياسة الرعية وتحقيق مصالح الدين والدنيا بالرحمة والعدل والحكمة إخوة الإيمان وأقام الإسلام العلاقات بين الناس على أساس متين هو التعارف والتواصل والتناصح وجعل ميزان كل امرئ التقوى والعمل الصالح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ووضع الأصول والمبادئ للعلاقات بين الدول في السلم والحرب وحرم التعدي على المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وعدَّ ذلك جرمًا عظيمًا وتوعد فاعله عقابًا أليمًا وألزم الوفاء بالعهود والصدق في المواثيق والعقود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجُه يوم القيامة فهو دين خيرٍ وسلام ومحبَّةٍ ووئام يُسالِمُ من سالَمَه ويُحارِبُ من حارَبَه فإذا حارَبَ كانت مبادِئُ العدل والإنصاف تقودُه ومظاهر الرحمة والرأفة بالآخرين تسودُه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فهو إن حارَبَ فرحمةً بالناس وشفقةً عليهم لا نقمةً ولا تشفِّيَا بل ليُخرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور ويُخَلِّصَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْفُجُورِ بارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعزَّنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرَّم الظُّلم والبغي والعدوان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمةً للإنس والجان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما تعاقب الجديدان أما بعد فاتقوا الله عباد الله تقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم أيها المؤمنون ويقيم الإسلام مجتمعه الإسلامي على المحبة والرفق والإخاء بعيدًا عن البغض والعنف والجفاء ويدعوهم إلى الترابط والتماسك والتراحم والتلاحم ويُحذِّرهم من التنازُع والتفكُّك وعدم التراحم إذ الرفق ما كان في شيءٍ إلا زانه ولا نُزِعَ من شيءٍ إلا شانه وجعل لذلك دعامةً تحفظ المجتمع من الفساد وترعى مصالحه في المعاش والمعاد ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناءً على مقاصِد الإسلام ومُراعاةً لقواعد الشريعة العظام مع الفقه قبل الأمر والنهي والرفق عندهما والحلم بعدهما ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأقام التقاضي والتحاكم لدفع التظالم وفصل التخاصم على أساسٍ من العدل والإنصاف وتجنُّب الظلم والإجحاف حتى أظلَّ بعدله البعيد قبل القريب وأنصف في حكمه الوضيع والنسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقاطعت يدها وجعل للأخلاق الحظ الوافر والنصيب الأكبر فهي زينة المسلمين والداعي الصامت لهذا الدين فمن لا أخلاق له فلا خلاق في الدين له فحتى على كل خلقٍ حسنٍ وزانة وحذَّر من كل خلقٍ سيِّئٍ وشانة فالصدق والوفاء والأمانة ونبذُ الكذب والغدر والخيانة من أجل وأسمى صفات المؤمنين ومن أجل مظاهر المخلصين فهي سر النقاء وتاج العزة والبهاء وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ويأمر بحسن الجوار وصلة الأرحام وينهى عن التقاطع والتدابُر والخصام ويُجِب حقوقًا للزوجة والخادم والولد ويلزِم ببر الوالدين ويُحبِّذ الإحسان لكل أحد أيها المسلمون ذلك هو الإسلام يرفع الحرج ويُصلِح العوج مبادئه تيسيرٌ لا تأسير وتبشيرٌ لا تنفير منهجه التوحيد والوسطية والاعتذال وغايته مُراعاة أحوال الخلق في الحال والمآل يسمُ بالأخلاق والمبادئ وإصلاح العباد وينآ عن الشر والطغيان والفساد تاجه الرفق والرحمة والإحسان بالمخلُقات عامةً من إنسانٍ وحيوان يهدي الحيران ويُطعم الجوعان ويكسُو العاري ويجبر الكثير ويرحم الصغير والكبير والغني والفقير ويُحرِّم الجشع والغشَّ والاحتكار في المُعاملات ويُجرِّم الغرر والضرر والتدليس في المُبايعات وينهى عن أكل أموال الناس بالباطل ويُبغِض الخديعة والمكر والتحايل ويُقيم المُعاملات على قاعدة التيسير ومبدأ التراحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشَّ فليس مننا ويُحسنُ إلى الخلق مؤمنهم وكافرهم وبارِّهم وفاجرهم ويدعو إلى الكمال والرفعة والسمو وإلى التسامح والتكاتُف والاعتلاف وينهى عن الإفراط والتفريط والغلو وعن الشقاق والتصدُّع والاختلاف وما من فضيلةٍ إلا رغَّب فيها ودعا إليها وما من رذيلةٍ إلا نهى عنها وزهَّد فيها فهو خيرٌ كلُّه وعدلٌ كلُّه ورحمةٌ كلُّه وحكمةٌ كلُّه وصدق ربُّنا إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين فلله درُّه من دينٍ جمع بين الدنيا والآخرة وألَّف بين المثالية والواقعية ووفَّق بين العقل والنقل ولبَّى مطالب الروح وحاجات الجسد فمن اهتدى به فقد فاز وظفر ومن ضلَّ عنه فقد خاب وخسر فاللهم أحينا على الإسلام وأمِتنا عليه واهدنا أن نلزم وحييه وننهل من معينيه يا أرحم الراحمين ثم أعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى فيه بملائكته وثلَّث بأمر المؤمنين به فقال عزَّ من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليماً وقال عليه الصلاة والسلام من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكرٍ الصديق وعمر الفاروق وذنورين عثمان وأبي الصبطين علي وعن بقية أصحاب نبيك الطيِّبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بمنِّك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أبرِ من هذه الأمة أمر رجدٍ يعزُّ فيه أهل طاعتك ويُهدى فيه أهل معصيتك يُؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمِنَّا في أوطاننا ووفِّقوا لا تأمِّرنا لما تحبُّ وترضَى واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين اللهم موفِّق أميرنا لما تحبُّ وترضَى اللهم اكلَّه برعايتك وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضع واجعل أعماله في رضاك يا رب العالمين وألبسه ثوب الصحة والعافية اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم لا تكن عليهم اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وديارنا وإسلامنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر استوى تراص حذب المناكب والأقدام وسد الفرج تب الصفف فالأول فالأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة